ونفد صور الخلاء ما اتخذ الله من ولد هذه سيأتينا في التعليق وهم في الكتاب التعليق في الرقور معكم ما اتخذ الله من ولد نفي الولد كما جاءت الآية لصورة الإخلاص قل هو الله أحد الله صمد وهذه نفد كثير الأشياء الله صمد بمعنى المقصود هو المقصود في قضاء الحاجة فالإنسان يقصد المولى ولا يقصده غيره لأن المعول على قضاء الحاجة هو الله عز وجل وحتى إذا قصد غيره فإن المؤثرة والفاعلة والهاد إلى قضاء حاجتك عن طريق غيركم الله عز وجل الصمد هو المقصود بالحاجة نفد عنه ماذا نفد عنه ماذا الصمد الحاجة نفد عنه الاحتلاج الحاجة لم يلد ولم يولد نفد عنه ماذا هذا سموه سموه العلة والمعلوم أي أن المولى عز وجل ليس علة أي ليس له سبب للوجود وليس معلولا لا عند لا هو تسبب في ولد ولا هو نتيجة والد وهو العلة والمعلوم ستجده ربما في التعليق إذن هذه الآية نفد صورة بالخلاب اختلفا لو اختلفا لذهب كل إله بما خلق بما خلق ولا على بعض ما لبعض نفسر إما أن يستقل أحدهما بما خلق ويستبد به هذا غير واقع وإما أن يتصارع ويتغالبا فيكون الغالب هو الإله وهو الإله القادر الحكيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشيكون وبالله تنفق والسعادة أقرى التعليق طبعا التعليق في المثل في المثل في السفة الساعة ستخدم ستخدم شوف التعليق لأن فيه صوائد نقرأ صفحة تسعة وسبعين نقرأ نقرأ وجدت في نهايتي بعد المفتوط وجدت 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 في نهاية البعض المخطوطات نقلم عن القادي هذه لطب مطيبة البقلاني البقلاني هذا من الأعلام الأشعارية الأبرز أعلام الأشعارية أبرزها هو البقلاني ولهو كتاب التمهيد وكتاب الإنصار هذا قل وجدته ولهذا الناقل وجدته عند البقلاني ماذا وجده؟ فرق أبن طيب البقلاني رحمه الله ولعله من بعد كتبه المفقودة أصول الكفر ثمانية أصول الكفر ثمانية هذا نظر الكثرة والعدد هذه الأشياء توصل إلى الكفر لأنها فيها شركة الكثرة والعدد معدد الآلهة والكثرة في التركيب والتجزئة نعم والنقص والتقليل والعلى والمعلوم والنظير والشبيه هنا باللهي النظير والشبيه تخطرنا بالأسسات أولا الشبيه والمثيل قلنا المثيل مثله يطمح على الشبيه وعلى النظير في جزء في جزء لأن الأشياء تسمى باسم الجزء تارةً وتسمى باسم الكل نحن نقول علم التوحيد سميناه العلم كامل ومسائل العقيدة كلها على صفتي ككلامل ويمكن أن نسميه باسم جزء واحد نسميه باسم الجزء لكن في التدقيق والإدقة بين الأنفاق في حتى المطرادفات فها تدقيق بينها بينما هي في العموم تسمى مطرادفات فالتشبيه أو الشبه أو الشبيه هو فيه تشابه في أغلب الصفات نقول أو قلوا من شابه أباه فما ضرمه الابن شابه أباه قد يشابه في مجموعة من الصفات أو البنت شابه ثم وليس في جميع الصفات والمغير والمغير شابهه في بعض الصفات والمثيل شابهه في جميع الصفات ولهذا عندما نعبر ليس كمثله شيء أي ينتفي المماثلة في كل شيء وينتفي المماثلة في جزء منها وتنتفي المماثلة في معظمها نعم نعم وهذا كله من في في صورة الإخلاص في صورة الإخلاص نفل كونه أكثر من واحد إذ ليس في الوجود إلا الواحد لأنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أقعاده ونفل العدد نفياً أن يكون هناك ثاني أو ثلاثة كما قالت النصارى إن الله ثالث عيسى وأمه الله الصمد نفل للنقص والتقليل نفل أن يكون له جوف كسائر الخلق وهذا نقص نعم لم يلد ولم يولد نفي جوّر الفرد لأنه هو الجزء الذي لا ينقسم إن كان الآن ينقسم في هذه المحوطة الأخيرة هو أن جوّر الفرد ينقسم إلى ما أكثر من جزء نعم نعم لم يلد ولم يولد نفيهم العلّة والمعلومة نعم العلّة والمعلومة والعلّة في إصطلاح من البلدين كون الشيء سبباً في وجود شيء آخر نعم علّة نعم نعم الوالد سبب في وجود الولد والماء سبب في وجود الخلق قال تعالى نجعلنا من الماء نعم 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 ووجعنا من الماء كل شيء حي فالعلّة الوالد والمعلوم الوالد ولم يكن له أكف الأحد نفي للنظيم الشبيه لبعنى لم يكن من ينظله في الملك بأن يكون إلها نفي ونفي الشبيه نفي أن يكون في الخلق من يشبه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع ومسي أكسّل أكسّل واضحة وفهمها على هذه الصورة يخرج الإنسان من التقليل بسنا ليس مقلدا في هذه المسائل يعني وهذا المطلوب وليس المطلوب هو البحث الفلسفي المنطقي اللي يتعلق بالمسئيات واختلاف الأرار واختلاف كده إنما المطلوب هو الدليل العقلي الواضح المؤيد بالآيات القرآنية الواضحة يخرجوا صحيبه من التقليل واضحة واضحة مسألة أم لا عمر الكتاب وكل حال كتاب بالكتاب واضحة واللي سنزيد يرجع الكتاب ويعيده قراده مرات والمهم مراته ويزم إذا كان فمن تحانات مراته أسئلة يزم للمام هذه المسائل المام بهذه المسائل يكررها ويعيدها على الأقل الواضح منها الواضح منها أنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر